خلينا نقرب من الأجواء في الملعب أكتر ونروح لزميلنا كريم أحمد وفاروق صلاح ونتعرف منهم على آخر التفاصيل قبل بداية المباراة تفضل يا كريم برحب بيك كابتننا الكبير كابتن آيمن شوي طبعا كل التحليق والكل نجوم للستوديو للتحليل وجمهورنا العظيم جمهور النادي الأهلي تحدي كبير النهاردة وتحدي قوي ويمكن كمان فريق سموحة مميز جدا بالنسبة طبعا للاعب الجماعي وأيضا مدير فني مميز كابتن أحمد سامي فالتحضيرات كانت جيدة جدا من بيتسو مسماني اللي كانش فيه وقت والتلاحم كبير جدا للمباريات واللي أيضا كمان لها التدريبات لكن نقدر نقول إن شاء الله بإذن الله النهاردة مع التشكيل الخاص بفريق النادي الأهلي إن شاء الله بإذن الله نقدر إن احنا نحصل ثلاث نقاط هيكون مهمين جدا يمكن أنا سمع كابتن آيمن طبعا النقاش شوية على التشكيل لكن أنا حابب أقولك الشكل العام أو الطريقة اللي ممكن بيتسو مسماني يكون النهاردة قادر إن هو إن شاء الله ينفزها يعني طبعا نعرف إن ممكن ممكن ناس كتير تختلف معي في هذا الأمر لكن هو ده اللي احنا شوفناه في التدريبات هو ده اللي احنا شايفينه في التكتك الأخير لبيتسو مسماني يعني أنا حيب معاك التشكيل سريع أنا كابتن آيمن خط الداري مش محتاج أكرم توفيق وبدر بنون وياسر بريم وأيمن أشرف أمامهم حمدي فاتحي اتنين قدامهم محمد مجدي أفشا وأليو ديانج على الأطراف حسين الشحات وأحمد عبدالآدر وبرسيتا ويمكن ده التدريب الأخير لفريق النادي الأهلي اللي كان بركز عليه بشكل كبير جدا لكن أكيد هنشوف لها مركزية زي ما احنا عارفين طبعا لفريق النادي الأهلي وفكر مسماني في السلاسي أول رباعي الأمامي لكن بأكد لك على وجود محمد مجدي أفشا بجانب أليو ديانج وهيكون من خلفهم حمدي فاتحي يمكن ده اللي تشكيل خار خلاص يعني استقر عليه بيتسو مسماني لقراءته طبعا من خلال هاي لايتس خلال الأيام الماضية ومبارات الأخيرة لفريق سموحة فإن شاء الله بإذن الله الواجبات والمهام وكل الأمور دي إن شاء الله كل لعبتنا كعادتها مركزة فيها بشكل كبير جدا دخلنا في المباراة يكون قوي بشكل جيد جدا وده يمكن تحزير بيتسو مسماني لابد يكون دخلنا قوي جدا اختياطة العكسية من على الأطراف الارتداد كل الأمور دي الحقيقة بيتسو مسماني أتكلم فيها مع العيبة لنادي الأهلي وكل اللعيبة كابتن آيمن من خلال تواجدنا في المعسكر حالة تركيز كبيرة مباراة اليوم هتفق بشكل كبير جدا مع نادي الأهلي قبل توقف بطولة الدور العام للمشاركة طبعا لمتخبنا الوطني في كأس العرب إن شاء الله النهاردة زي ما سبعين هتاف الجمهور والعدد اللي بيكون متواجد إن شاء الله بإذن الله يكون دورهم كبير مع التحضيرات الجيدة جدا لكل العيبة لنادي الأهلي وإن شاء الله كابتن آيمن من خلال 3 نقاط من نصيب النادي الأهلي بإذن الله كريم شكرا جزيلا للزميل العزيز كريم أحمد